أرادتكم عليه يوم الثلاث صورة جميلة كلها إنسانية وأبوة عظيمة من مربي فاضل أستاذ إبراهيم سليمان عليوة مدرس التربية الفنية بمدرسة قوم النور للتربية الفكرية التابعة لمركز مغض النظر على المركز المهم فالصورة أتمنى بس الزمالي يطلعوها معنا كانتش معنا بقى منقولش بقى مشكلة كنت قلت لحضراتكم من يومين لما اتكلمت على القصة دي وكانت الصورة مش جاهزة معنا في كويس إنها جاهزة معنا النهاردة إن يمكن ده المفروض إنه يكون دي مدرسة لولدنا وإخواتنا من ذوي القدرات الخاصة فبالتالي هذا الحجم من أو هذه الطريقة من التعامل المفترض تكون هي الطبيعية على فكرة مع كل الطلبة والطالبات في كل المدارس بدون أي تصنيف إنما لفت انتباهي في الصورة إن فيها مش معلم وطالب تحس إن أبه وابنه هذا ما شعرت بي وعشان كده أنا حابب الحقيقة إنه دايماً النماذج الطيبة بنتمنى إنها تبقى معادية ولازم نبروزها ونتكلم عليها فنسعيد إن يكون معنا على الهاتف الأستاذ المربي الفاضل أستاذ إبراهيم سليمان عليوة مدرس التربية الفنية بمدرسة كوم النور للتربية الفكرية أستاذ إبراهيم مساء الخير أستاذ إبراهيم دايما نفسه بقول سعيد إن معنا أستاذ إبراهيم وكده الاتصال ما زبطش أستاذ إبراهيم طيب على ما يبدو إن فيه مشكلة في الاتصال تاني أنا بكرر كل التحية والتقدير والاحترام لهذا المربي الفاضل وبتمنى يا رب من كل المعلمين يبعندوهم نفس القدر من الاحتواء لكل ولادنا لكل الطلبة والطالبات لأنه المعلم ده حاجة كبيرة جدا جدا معلم ده بيحط بصمة في حياة الطالب والطالبة منهم صغيرين ممكن معلم يخلي الطالب يحس إن الحياة ضنك وسودة وممكن نفس المعلم ده لما يكون مربي فاضل وبيرعى ضميره في شغله يمهد الطريق عشان الطالب أو الطالبة دول يبقوا نوابغ شوف النهاردة قيمة لما يبقى طالب بيكبر وبيتخرج ويبقى نبغى في مجال ما ويقول الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لا أنسى الأستاذ فلان أو الأستاذة فلانة أعتقد إنه أستاذ إبراهيم معنا على التليفون يا أستاذ إبراهيم مساء الخير أيها أستاذ إبراهيم عليك يا حبيب إزايك أستاذ إبراهيم الله يسلمك أنا سعيد أن أنا بكلمك إحنا أسعد والله بيك يا رب يعني قل لي كده الصورة الجميلة ولما الناس بدأوا يتدولوها على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات العظيمة اللي أكيد شفتها عليها حاسب بإيه والله هي حاجة شعور جميل جدا 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 يعني وبنشكر السيادة الوزير والأستاذ رباح جازي على يعني اهتمامه بالمرحلة الخاصة دي كرباء الخاصة دي لأن الصراحة ده اهتمام يعني جميل جميل بالنسبة للفئة دي طب قول لي قول لي أستاذ إبراهيم طيب يعني بصراحة شديدة إحنا شفنا لقطة طب مني وقولي وبكل صراحة إن ده اللي إنت متعود عليه مع كل ولادنا والله إحنا متعودين كهي التدريس في المدرسة وفي التربية الخاصة على الشغل مع الطلبة دول كده لأن دول أنت تتعامل معهم بقلبك دول ملايكة ملايكة أنت تتعامل معهم بقلبك يعني عايز تطميني كمان وتقولي أن كل المدرسين في نفس المدرسة بالنفس منهجة؟ والله إحنا أستاذ إبراهيم أيها أستاذ نعم كل المعلمين في نفس المدرسة يعني كلهم عندهم نفس القدر من الإنسانية والجمال والرقية في التعامل بالشكل ده؟ والله بيعملوا أكتر من كده وإحنا بنعمل أكتر من كده ربنا أحفظك أستاذ إبراهيم من تنموذك وقدوة عظيمة الحقيقة كل التحية والتخديل ليك بشكرك شكرا جزيلا